موسيقى اهلا بكم النهاردة هنعمل مع بعض حرف R هنشوف مع بعض هنعمله ازاي لكن قبل ما نبدأ نحب نفكركم ان علشان يوصلكوا كل جديد لينا لو كنتم لسه مشتركتوش في قناتنا تقدروا تضغطوا على زرار اشتراك او سبسكرايب ولو كنتم مشتركين اتأكدوا انكم فعلتم التنبيه او الـ Notifications من علامة الجرس الخيط اللي هنستخدمه هو إليس كوتون جولد والإبرة اللي هنستخدمها معاه مقاس ثلاثة ولو حبيتوا تشتروا اي ادوات او مستلزمات للكروشي أونلاين موجود تحت فيه الوصف لينك تقدروا تشتروا منه من اي دولة في العالم هنبدأ سلسلة البداية هتكون 19 غرزة سلسلة كده زي ما احنا شايفين سلسلة البداية عبارة عن 19 غرزة هنسيب اول غرزة وهنبدأ فيه الغرزة الثانية نعمل اول غرزة حشو وهنبتدي نعمل اول سطر من غرز الحشو في غرز السلسلة كل غرزة هيكون فيها غرزة حشو واول جزء هنبدأ به هيكون عبارة عن ثلاث سطور من غرز الحشو هيكون الجزء الجانبي المستقيم لحرف R هنكمل اول سطر لآخر السلسلة كده زي ما احنا شايفين عملنا اول سطر من غرز الحشو وكنا بنشتغل في كل غرزة من غرز السلسلة بغرزة حشو واحدة هنبدأ السطر الثاني هنبدأ بسلسلة ارتفاع وهنشتغل بنفس الطريقة في كل غرزة هنعمل غرزة حشو واحدة وهنكمل السطر الثاني بنفس الطريقة وهنبدأ السطر الثالث برضو بغرزة سلسلة ونشتغل في كل غرزة غرزة حشو واحدة فهنعمل السطر الثاني والثالث بنفس الطريقة كده زي ما احنا شايفين بعد ما عملنا أول جزء زي ما احنا شايفين ده هيكون شكله الجزء اللي في الجنب عبارة عن ثلاث سطور من غرز الحشو زي ما شفنا في كل غرزة كنا بنعمل غرزة حشو واحدة هنبدأ دلوقتي نعمل المنحنة أو النصف دايرة لحرف R هنبتدي نعدي بالخيط ثلاث غرز واحد هنعديهم بغرز نقيمة أو منزلقة اثنين ثلاثة يبقى زي ما احنا شايفين عدينا طرف الخيط عدينا ثلاث غرز زي ما شفنا عملنا سلسلة أول غرزة فيها غرزة نائمة الغرزة التانية فيها غرزة نائمة والغرزة التالتة فيها غرزة نائمة علشان نبدأ من هنا نعمل السلسلة سلسلة البداية للنصف الدايرة وهنعمل سلسلة البداية للجزء ده هتكون اثناشر غرزة سلسلة زي ما احنا شايفين بنبدأ بقى السلسلة من بعد الثلاث غرز اللي احنا عديناهم علشان كده احنا عملنا غرز نائمة في أول ثلاث غرز عشان نبتدي من هنا نعمل السلسلة وزي ما قلنا هتكون اثناشر غرزة وهنعد من المكان اللي بدأنا عنده السلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هنسيب خمس غرز وعند الغرزة رقم ستة بغرزة نائمة أو منزلقة هنوصل السلسلة علشان نبتدي نديها شكل المنحنة أو نصف الدايرة وهنبدأ على طول من أول غرزة نعمل غرزة نائمة أو منزلقة يبقى احنا بعد ما نقلنا طرف الخيط ثلاث غرز لجوه عن طريق ان احنا نعمل في كل غرزة من الثلاثة غرزة نائمة أو منزلقة ابتدينا نعمل السلسلة اللي هنبني عليها النصف الدايرة لحرف أول السلسلة كانت اتناشر غرزة حسبنا بعد المكان اللي بدأنا عنده السلسلة خمس غرز وعند الغرزة رقم 6 وصلنا السلسلة اللي احنا عملناها بغرزة نائمة أو منزلقة علشان نبدأ السطر الأول فهنتنقل للغرزة اللي بعد الغرزة اللي وصلنا عندها الغرزة اللي بعدها على طول هنبدأ عندها نعمل غرزة نائمة وهنبدأ نعمل أول خمس غرز هيكون غرز حشو هنشتغل فيه السلسلة أول خمس غرز من السلسلة هنعمل في كل غرزة غرزة حشو واحدة ثلاثة أربعة خمسة وبعد أول خمس غرز حشو عملناهم فيه أول خمس غرز من السلسلة هنبتدي نعمل غرز نص عمود أول غرزة هنعملها غرزة نص عمود فردية الغرزة الثانية هيكون فيها ثلاث غرز نص عمود مع بعض في نفس الغرزة والغرزة الثالثة من غرز النص عمود هيكون فيها غرزة نص عمود واحدة يبقى زي ما شفنا أول خمس غرز من السلسلة اللي عملناها عملنا فيها خمس غرز حشو فردية بعد كده ثلاث غرز اللي بعدهم عملنا في أول غرزة غرزة نصف عمود واحدة الغرزة الثانية فيها ثلاث غرز نصف عمود مع بعض في نفس الغرزة الغرزة الثالثة فيها غرزة نصف عمود واحدة هيفضل عندنا أربع غرز هنعمل فيهم هنشتغل فيهم بغرز الحشو لكن أول غرزة هنشتغلها هتكون زوجية غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة وبعد كده الثلاث غرز هيكونوا غرز فردية كل غرزة من الثلاثة هيكون فيها غرزة حشو واحدة يبقى زي ما احنا شايفين ده أول سطر عملناه في الجزء أو نص الدايرة اللي هنعملها لحرف R وهنبتدي نوصل السطر عند الجسم الجزء الطويل اللي احنا عملناه فعند أول غرزة هتقابلنا هنبتدي نعمل غرزة نائمة أو منزلقة علشان توصل أول سطر عملناه معنا هنبدأ السطر الثاني طبعا هنبدأ السطر الثاني بوصله عند الغرزة اللي عليها بدور على طول احنا وصلنا عند أول غرزة قبلتنا في نهاية السطر الغرزة اللي بعدها هنبتدي نوصل عندها السطر الثاني بغرزة نائمة أو منزلقة ونبدأ نشتغل في السطر الثاني هنبدأ السطر الثاني بخمس غرز حشو فردية كل غرزة هيكون فيها غرزة حشو واحدة ثلاثة أربعة خمسة وبعد الخمس غرز الفردية من غرز الحشو هنبدأ نشتغل بغرز النص عمود هنعمل هنشتغل في خمس غرز هنعمل في كل غرزة من الخمسة غرزتين نص عمود أول غرزة فيها اتنين نص عمود الغرزة الثانية فيها غرزتين نص عمود والغرزة الثالثة فيها غرزتين نص عمود والغرزة الرابعة برضو غرزتين نص عمود وآخر غرزة الخمسة هيكون فيها غرزتين نص عمود يبقى زي ما احنا شايفين عملنا خمس غرز كل غرزة فيها غرزتين نص عمود مع بعض في نفس الغرزة آخر ست غرز هنشتغلهم بغرز الحشو كل غرزة هيكون فيها غرزة حشو واحدة وطبعا هنوصل السطر عند الجزء المقابل أو الغرزة المقابلة ليه بغرزة نائمة أو منزلقة يبقى زي ما احنا شايفين الجزء النص دايرة أو السطر الثاني من النص دايرة اللي احنا هنعملها لحرف R هنبتدي دلوقتي نعمل الجزء أو آخر جزء فيه حرف R هنبدأ من المكان اللي احنا فيه بسلسلة البداية للجزء دا وسلسلة البداية هتكون عبارة عن تسع غرز واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة زي ما شفنا سلسلة البداية عملناها عبارة عن تسع غرز هنسيب أول غرزة وهنبدأ فيه الغرزة الثانية نعمل أول غرزة حشو وهنبدأ أول غرزة هيكون فيها غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة دي الغرزة التزايد اللي هتكون فيه السطر دا بس هنكمل باقي الغرز فردية كل غرزة هيكون فيها غرزة حشو واحدة كده وصلنا لآخر غرزة فيه السلسلة نعمل فيها غرزة حشو واحدة وهنوصل السطر عند أول غرزة هتكون مقابلة ليه فيه جزء النص دايرة اللي عملناه هنوصل السطر بغرزة نائمة أو منزلقة يبقى زي ما احنا شايفين بدأنا التالت من حرف R بتسع غرز سلسلة سبنا أول غرزة وابتدينا أول غرزة عملنا فيها اتنين حشو مع بعض في نفس الغرزة دي الغرزة الوحيدة اللي عملنا فيها تزايد كملنا باقي الغرز للسلسلة بغرز حشو فردية كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة وعند أول غرزة مقابلة للسطر اللي احنا عملناه وصلنا السطر بغرزة نائمة أو منزلقة في جزء النص دايرة اللي عملناه هنبتدي السطر الثاني هنبدأ طبعاً الغرزة اللي عليها الدور هنبدأ عندها نعمل غرزة نائمة أو منزلقة علشان نبدأ بوصل السطر الثاني والسطر الثاني هنبدأ على طول نشتغل في أول غرزة غرزة حشو هنبدأ على طول نشتغل من أول غرزة بغرز حشو فردية وهنعمل السطر كله هيكون الغرز فيه فردية كل غرزة هيكون فيها غرزة حشو واحدة كده زي ما احنا شايفين عملنا السطر الثاني هنبدأ السطر الثالث زي ما قلنا السطر الثاني الغرز فيه كلها كانت فردية السطر الأول أول غرزة ابتدينا بها كان فيها تزايد اتنين حشو مع بعض وباقي السطر كان فردي السطر الثالث هنبدأ بعد غرزة السلسلة هنبدأ أول غرزة هيكون فيها غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة وهنكمل بعدها السطر فردي كل الغرز السردية كل غرزة هيكون فيها غرزة حشو واحدة وطبعا بعد ما نوصل لنهاية السطر هنوصله في الغرزة الثالثة على طول أو اللي عليها الدور بغرزة نائمة أو منزلقة كده زي ما احنا شايفين عملنا حرف R وممكن نكتفي بالطبقة دي لو احنا عايزينه يكون بسيط أو لو حابين انه يكون مجسم فممكن نعمل طبقة تانية بنفس الطريقة وبنفس الخطوات كده عملنا طبقة تانية هنبتدي نوصل الطبقتين مع بعض وهنعمل لهم إطار هنبتدي ندخل الإبرة من غرزتين في كل طبقة غرزتين متقابلتين ونبتدي نوصل الخيط وهنبدأ نمشي بترتيب الغرز في الطبقتين كل غرزتين متقابلتين بالترتيب هنعمل غرزة حشو توصلهم الغرزتين اللي عليهم الدور هندكل فيه الغرزتين بالإبرة ونعدي الخيط ونسحبه نعمل غرزة حشو الغرزتين اللي عليهم الدور هندخل الإبرة ونعدي الخيط وبرده هنعمل غرزة حشو توصلهم ودي هتكون الطريقة اللي هنعمل بها الإطار والإطار هيلف على كل الأطراف الخارجية للطبقتين مع بعض وينتهي عند المكان اللي بدأنا منه والجزء ده برضو هنعمل في إطار وكله هيكون بنفس الطريقة كل غرزتين متقابلتين هنوصلهم مع بعض بغرزة حشو فهنكمل للآخر ونعمل إطار كامل يوصل الطبقتين مع بعض كده زي ما احنا شايفين بعد ما عملنا الإطار الخارجي وزي ما شفنا الإطار بيلف على الحرف والطبقتين يوصلهم كلهم مع بعض والإطار عملناه بغرز الحشو كل غرزة حشو بتوصل كل غرزتين متقابلتين في الطبقتين ودي كانت آخر خطوة في عمل حرف R لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا شير و لايك ولو عندكم أي استفسار اكتبوه في الكومنت وعلشان يوصلكوا كل جديد لينا اعملوا سبسكرايب لقناتنا وشكرا